بعد الانتهاء من تجهيز هيكل الروبوت عليكم وضع بعض الثقوب لتثبيت البطاريات ولوحات التحكم الإلكترونية والكاميرا وجهاز التحكم بالمحرك بداية قموا بوضع علامات لأماكن الثقوب الخاصة بالبطاريات هذه الثقوب مع الثقوب الأخرى الخاصة بالمحركات تسمح للمرابط بالمرور منها وبالتالي تثبيت القطع المختلفة على اللكسان ليس من الضروري أن تكون أماكن الثقوب دقيقة جدا لذا يمكنكم معينتها بالنظر استخدموا نصلا بقياس ربع إنش لحفر الثقوب ثم أرسموا خطوطا تصل بين الثقوب التي تثبتون المحرك عندها تساعدكم هذه الخطوط على معرفة مكان تثبيت القطع واللوحات الإلكترونية وغيرها أرسموا خطا آخر هكذا هذه هي المكونات التي تصنعون منها روبوت البتزي هذه هي الكاميرا وهذا هو جهاز التحكم بالمحرك وهذا هو الأردوينو والغطاء الخارجي للمصباح وقطعة اللكسان في الأسفل رتبوا القطعة على اللوحة بطريقة تجعل اللوحة والغطاء يتسعان لها ضعوا الهيكل فوق البطاريات تذكروا أن المحرك سوف يكون إلى الجانب وهنا مكان الكاميرا ضعوها بهذا الاتجاه كي تكون زواياها ملائمة لحواف الغطاء يمكنكم وضع الأردوينو بهذا الشكل حتى يكون مدخل الـ USB باتجاه مدخل USB للكاميرا نفسه يمكنكم وضع جهاز التحكم بالمحرك هنا فوق الكاميرا بقي جهاز التسجيل يمكنكم وضعه مبدئياً فوق الأردوينو حاولوا أن تضعوا الأردوينو بطريقة تتناسب مع الخطوط الأفقية التي رسمتموها ثم أرسموا خطاً تحددون به مكان الأردوينو هذه الطريقة تساعد على رسم أماكن الثقوب المخصصة للبراغي التي تحفرونها في قطعة الليكسان بشكل دقيق وهي البراغي التي تثبت الأردوينو حددوا كذلك أماكن ثقوب الكاميرا ومن المهم جداً أن تكون هذه العلامات دقيقة لأن البراغي التي تثبت الكاميرا صغيرة جداً وثقوبها صغيرة أيضاً هذا برغي ذو رأس مدور بقياس 2 على 56 مطلي بالنكل هذا النوع من البراغي يلائم الثقوب الموجودة أصلاً في الأردوينو والكاميرا لذلك لا حاجة أن تصنعوا ثقوباً جديدة استخدموا نصلاً للمثقاب أكبر قليلاً من فرزات البرغي قياس هذا النصل هو 1 على 16 إنش أثقبوا قطعة الليكسان عند العلامات التي وضعتموها للأردوينو وتخلصوا من برادة البلاستيك الناتجة عن الثقب ثم ضعوا علامات لتحديد مكان الكاميرا وتذكروا أن أماكن البراغي يجب أن تحدد بدقة لأن الثقوب في الكاميرا وكذلك في الأردوينو مخصصة لبراغي صغيرة جداً استخدموا نصل المثقاب من قياس 1 على 16 لحفر ثقوب الكاميرا ضعوا الأردوينو والكاميرا في مكانيهما حتى تتمكنوا من وضع العلامات للثقوب المخصصة للمحركين ثم حددوا مكان الثقب المخصص لمفتاح التشغيل ليس من الضروري تحديد أماكن هذه الثقوب بدقة عالية هذا ثقب للبطارية قموا بوضع علامات للثقوب المخصصة للأسلاك ثقب هنا وهنا وقموا بوضع واحد آخر هنا هذا مفتاح التشغيل قارنوا بين حجم قضي به المسنن وبين النصل المثقاب واحرصوا أن يكونا بنفس الحجم حتى يتلأم الثقب مع مفتاح التشغيل ويكون من الممكن تثبيته بسهولة تأكدوا أن يكون مكان الثقب دقيقاً ثم حفروه في قطعة اللكسان وتابعوا عمل باقي الثقوب إذن هذا هو الشكل النهائي لقطعة اللكسان الآن ركبوا قطعة اللكسان الدائرية على الغطاء الحلقي الذي أخذتموه من المصباح واستخدموا البراغ الأصلية في تثبيت قطعة اللكسان مع الغطاء الحلقي لتشكيل هيكل الروبوت تحققوا مرة أخرى من أماكن القطع هنا الأردوينو وهنا الكاميرا والآن ثبتوا البراغ لا تشدوا البراغ كثيراً حتى لا يتشقق الغطاء هكذا تكونون قد انتهيتم من تحديد أماكن القطع وفي الفيديو القادم تتعلمون تركيب القطع مع بعضها في الهيكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر